صحابي لدغته عقرب عن أبي هريرة أن رجلاً من أسلم قال ما نمت الليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء قال لدغتني عقرب فقال عليه السلام أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التالي والعامات العامات من شر ما خلق لم يضرك شيء إن شاء الله الإنسان لا بد أن يكون دائماً صلة بالله مجدداً دخوله في حماية الله بالعوذ بالله لأن العوذ بالله معناه اللجوء إلى الله والدخول في حمايته ومن دخل في حماية الله حماه الله من كل شيء ولم يضره شيء إن شاء الله أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات العامات من شر ما خلق لم يضرك شيء إن شاء الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أتبعين شكرا